يهنا الموالي شوف السؤال شوه أصلا محتراماتي لك هو خطأ هو مو قوة اقتصاد هو المستثمر أصلا يقوي اقتصادنا المفروض هاي فكرة الاستثمار بفلوسك تشتغل احنا عدنا أفق للاستثمار نعم أفق موجود أراضي وغيره وغيره وكل شيء طاقات بشرية المشكلة مثل ما ذكرت بداية البرنامج قوانين حاكمة وبأغير سليمة أنا أصد أمنيا ذني مرتبطات ارتباط مباشرة بالمحاصص السياسية اللي تحكم البلد والدمر بي أما البلد أعطيش مثال وما أرد أذكر دائما الصينيين اللي رح يقولون هو فقط تثقيف لطريق الحريق الصينيين أروني بأم عيني كيف يزرعون الشلب التمن في مناطق الصهراء بواسطة الرأي بالتنقيم حدثت في بعض التجارب موجودة وناجحتهم يعني أنت عندي بيئة لا تعتقدين هذا التصحر ما ممكن حله الحشي حشي النزاهة في التعامل مع المستثمر العراقي أترك له أترك له المفروض المشاريع التي يستطيع على أنجازها ما دخل بالتقنية العالية طيب ذكرت الصين خليني بس أكون يعني عند هذه النقطة اليوم أكو فعلا يعني بعض الأخبار يعني تم تداولها على ممكن أن تعالج وعالج مشكلة انخفاض العملة العراقية أمام الدولار بتقويته بليا هذه حرب اقتصادية بين معسكر الشرق والغربي أنا بوجهة نظري الشخصية وأنا لست بخبيرة وجهة نظري أنه هو تنوع الموارد الاقتصادية أفضل نعم الصين جاء تمشي بخطوات عظيمة لهدك منظومة الدولار نعم نحن كبلد يجب أن لا نرتبط بمنظومة واحدة عالمية لا سيما هو أنه الدولار الأمريكي بدون رصيد بالمناسبة مجرد ورق البلد الوحيد بالعالم اللي ما عنده رصيد وهو على كف عفري نعم أنت نوع اقتصادك لا تخلي كله ريعي ولا تخلي مربوط كله بالدولار نعم يعني هل ما معنى إيران بكل مساوهة السياسية قدرة تتبيع النفط الإيران والسعودية لاحظة والغاز نعم السعودية وإيران دولة على طرفين نقيب مع العراق الولائين يقولون السعودية إسرائيلية ودولة يقولون المهم لاحظة دولة يتكمل ربعنا لكن اجتمعوا تعاملهم ويالرئيس الصيني بالسعودية يبيعول النفط بالعملة الصينية نعم يعني ممكن إذا ممكن ممكن تدريل معظم يعني يستفاد العراق برأيك إذا حتمان 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 بل إنه ما رضع بالموضوع إنه بوعي هو النفط شنو النفط ثروة الله بطاناياها ثروة نفيسة الصينيين هاي الحرير والمبادر والحزام نعم ما رايدين من عندني رايدين فلوس في استثماراتهم بشكل جزئي لبناء المدن الصناعية وتطويرها مقابل حتى نفط